بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال من الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا في مطلع هذه السورة خمسة أمور وهي الصفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال لأن هذه من أعظم آيات الله تعالى فالواو هنا واو القسم والمقسم به هم هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني أقسم بالنازعات أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسادهم أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسادهم كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء توفته رسلنا وهم لا يفريطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفريطون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال إن الذين توفاهم الملائكة والظاهر والله أعلم أن ملك الموت له أعوان من الملائكة يعينونه على هذا الأمر بقدرة الله تعالى والنازعات غرقا أي نزعا بشدة وعنف وهذا بالنسبة لأرواح الكفار هذا بالنسبة لأرواح الكفار كما جاء في حديث البراء بن عازد وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلوء والعياذ بالله هذه روح الكافر تتفرق في جسده ولهذا قال والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشرات نشطا أيضا الملائكة تنشر أرواح المؤمنين لكن تسلها برفق تسلها برفق قلين وسهولة ويسر وسرعة تخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقا كما جاء في حديث البراء بن عازب الذي سبقت الإشارة إليه وهو في مسند الإمام أحمد والسابحات سبحة أيضا الملائكة تسبح في الهواء صاعدة ونازلة بأمر الله تبارك وتعالى فهي تسبح في الهواء بأمر الله عز وجل وتسرع أيضا بأمر الله كما يسرع السابح في الماء تسرع بأمر الله تسرع بأمر الله إذا أمر بالشيء فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم يسبحون الليلة قال عز وجل عنهم وهم بأمر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم بأمره يعملون فهم يسارعون لأمر الله يسبقون به الشياطين لألا تسترق السمع لهذا قال فالسابقات سبقا ألف هنا عاطفة فالمدبرات أمرا أيضا الملائكة تدبر ما أمر الله جل جلاله بتدبيره من أمور الخلق فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وميكايل موكل بإسرافين موكل بالنفخ في الصور وميكايل موكل بالقاطر وهكذا إذن أقسم الله تعالى عز وجل بالملائكة في أوصافها الخمسة ما هي أوصافها الخمسة نزعها لأرواح الكفار ونشطها لأرواح المؤمنين وأيضا كونها تسبح بالهواء وتسرع بأمر الله عز وجل وتسبق إلى فعل ما أمرت به وتدبر ما أمره الله تعالى بتدبيره وفي هذا تعظيم لعمل الملائكة عليهم الصلاة والسلام وتعظيم لله عز وجل ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم ولا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته لأن هذه أعمال عظيمة التي تقوم بها الملائكة عليهم الصلاة والسلام وحذف جواب القسم لتعظيمه وتفخيمه وتهويله فيكون تقديره والله لتبعث وعلى هذا يدل قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قال ابن القيم وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يوم ترجف الراجفة والراجفة هي النفخة الأولى في الصور نفخة الصعب التي يموت جميع الخلاء نفخة الصعب تتبعها الرادفة تتبعها النفخة الثانية في الصور التي ترادفها لبعث الناس من قبورهم وقيامهم لرب العالمين عز وجل كم بين النفختين أربعون عاما كما سبق في الحديث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس اذكر الله اذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس خائفة قلوب يومئذ واجفة فهي قلقة خائفة مضطربة منزعجة أبصارها خاشعة أي أبصارها ذليلة حقيرة لأنها تشاهد أهوال القيامة وتترقب العذاب والنكال وأضاف الأبصار إلى القلوب لأن القلوب هي لب الأبدان عليها مدار صلاح البدن وفساد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القل يقولون أي هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث يقولون أئنا يستفهمون استفهام منكار واستبعاد وتعجب واستغرار أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا لمعادون ومردعون في الحافرة أي في الحياة بعد الموت أي أئنا لمبعوثون بعد الموت فهؤلاء المشركون مشركوا قريش ومن قال بقولهم وأنكر البعث والمعاد يستبعدون وقوع البعث كيف نصير بعد يستبعدون وقوع البعث بعدما نصير إلى الحافرة القبور يعني أو بعدما تمزقت أجسادهم وتفرقت عظامهم تفتت عظامهم كيف يكون هذا أئذا كنا عظاما نخرة يعني بالية قالوا تلك إذا كرة خاسرة قال قالوا لئن أحيان الله بعد أن نموت إذا لنخسر يعني هم الآن يشهدون على أنفسهم بماذا بالخسران يشهدون على أنفسهم بالخسران لأنهم سيبعثون حتما لا شك في هذا لكنهم قالوا هذا الكلام على سبيل الاستبعاد استبعاد قال الله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني إنما هي أمر من الله عز وجل أمر واحد يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة واحدة لنفخة البعث فيقوم الناس من قبور المربع العالمين وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر والساهرة هي وجه الأرض الساهرة هي وجه الأرض وظاهرها فهذه النفخة الواحدة جعلتهم كلهم يكونون على وجه الأرض فالساهرة هي الأرض قال الله تعالى بعد ذلك ملفتاً نظر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومخبراً له هل أتاك حديث موسى فهنا خبر من الله تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فإن الله بعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات ومر بنا هذا التفسير كثيراً في آيات متعددة ومع هذا استمر فرعون على كفري وطغيانه حتى أخذه الله وأخذ عزيز مقتدر وفي هذا الخطاب هل أتاك فيه تشويق للمخاطب والسامع لماذا؟ ليتأمل في قصة موسى عليه السلام إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه ناداه نداءً سمعه موسى عليه السلام كلمه الله بلا واسطة كما قال تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية وقال وكلم الله موسى تكليم بالوادي بالوادي الوادي مجرى السيل معروف المقدس المطهر اسمه هو اسم للوادي الذي نادى الله تعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه فيه اذهب إلى فرعون إنه طغى أرسله الله إلى فرعون لأن فرعون طغى وتجاوز الحد في الكفر حتى قال للناس أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فقل هل لك إلى أن تزكى قل له هل لك استفهام هنا تشويق وتعبير لطيف لأن الله قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى هل لك هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك تتزكى يتزكى من ماذا يعني يتطهر من الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان واتباع رسول موسى عليه الصلاة والسلام وأهديك أدلك وأرشيدك يا ربك خالقك وما قال إلى ربي قال إلى ربك أنت يا فرعون لبيان أن فرعون مخلوق مربوب فتخشى تخاف من الله سبحانه وتعالى تخاف عقوبة الله فأخرج الكلام مخرج العرض ويم يخرجه مخرج الأمر وهذا من باب التلطف في الخطاب وتليين الكلام وهكذا ينبغي على كل من دعا إلى الله أن يحرص على الخطاب الليّ ولهذا قال بعض الدعاة لأحد الخلفاء قال إني قائل لك كلاما غليظا فلا تجد علي فيه قال لا لا تقول لي فأنت لست أفضلا من موسى وأنا لست أشر من فرعون ومع ذلك قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى يقول ما أقبل تقول لي الكلام الغليظ قال الله فأراه الآية الكبرى يعني أرى موسى عليه الصلاة والسلام فرعون وأظهر له العلامة الكبرى والحجة العظمى الدالة على صدق ما جاء به موسى ما هذه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى العصى نعم ألقى العصى فانقلب حية بأمر الله عز وجل وإذنه قد يراد بالآية الكبرى جنس الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة كما قال تعالى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى جَحَدْ فأراه الآية الكبرى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثم أدبر يسعى لم يكتفي بالتكذيب والعصيان بل أدبر وتولى يسعى ليرد الخلق عن عبادة الحق جل جلاله قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله وقال إني لا أظنك يا موسى مسحورة وجمع السحرة ليبطل الحق فرد الله كيده لا نحله حشر فنادى جمع قومه وجمع وقال أنا ربكم الأعلى ادعى أنه هو رب الناس فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذه الله جل وعلا وعاقبه عقوبة عظيمة عقبه عقوبة الآخرة في النار وعقوبة الأولى اللي هي الدنيا بماذا؟ بالغرق فصار نكالا وعبرة فعصى فرعون الرسولة فأخذناه أخذا وبيلا كما قال تعالى وقال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ثم قال تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أمي السماء بناها بعدما ذكر الله جل وعلا خبر موسى لما أرسله إلى فرعون وأنه كذب وعصى وأن الله عاقبه قال أأنتم أشد خلقا استفهام هنا للتوبيخ والتقريع والخطاب لعامة الناس وأول من يدخل في الخطاب هم نعم مشرك قريش أأنتم أشد خلقا وكل من أنكر البعث أم السماء بناها لأن أمر السماء أعظم في كفية خلقها وتساعها وعظمتها كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس رفع سمكها فسواها يعني رفع سقفها وجرمها وبناءها وجعلها سقف المخلوقات كما قال تعالى وَجَعْلْنَا السماء سقفا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا أي وَأَظْلَمَ لَيْلَهَا وَجَعْلَهُ سَأَسْوَدَ حَالِكًا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا مبصرةً لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحسن والأرض بعد ذلك دحاها الأرض هذا يرجع إلى خلق السماء وإلى بناء السماء وتسوية السماء هذا وقع قبل دحو الأرض فخلق الله عز وجل الأرض أولاً ثم خلق السماء ثانياً ثم دح الأرض وقولوا دحاها فُسِّر بما بعده فُسِّر الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يعني أخرج منها الماء والمرعا وأرساها بالجبال وأودع فيها ما أودع من الخيرات والمعادن وأبسطها وهيئها لعباده والجبال أرساها ثبتها في أماكنها لألا تميد بأهلها كما قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم لماذا كل هذا؟ متاعاً لكم ولأنعامكم متاعاً لكم ولأنعامكم وقوله متاعاً مفعول لأجله والمتاع ما يتمتع به في الحياة وفي السفر ثم ينتي ولا شك إن الدنيا كلها كل الحياة كلها كلها متاء كلها سفر وقوله دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ليتمتع العباد ففي هذه الآيات الكريمة الاستدلال على قدرة الخالق عز وجل على بعث الناس بعد موتهم استدل الله بماذا؟ بخلق بخلق السماء والأرض والجبال وبالليل والنهار وإخراج الماء والنبات ثم قال تعالى بعد هذا بيّن ما يحصل في يوم القيامة قال فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي يوم القيامة سميت بذلك لأنها تطم وتزيد على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أمرها عظيم طامة فهي تطم وتزيد على كل أمر كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزالة الساعة شيء عظيم يوم يتذكر الإنسان أي يوم مجيئها يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر سعيه أو يتذكر الذي سعاه إما أن تكون ما موصوله وإما أن تكون إما موصوله أو مصدرية نعم حسنت يتذكر إنسان سعيه وما قدمه من خير أو شر يقرأ كتابه يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عنك حسين وبرزت الجحيم لمن يرى وظهرت النار سميت لذلك لعظمها ولشدة وقودها وحرها وظلمتها وبعد قعرها قال الله برزت الجحيم لمن يرى لكل من يشاهد وينظر فيراها الناس بأعينهم قال تعالى ثم لتاونها عين اليقين ليس الخبر كالمعائلة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها وجيء يومئذ بجهنم هنا برزت الجحيم لمن يرى ينقسم الناس إلى قسمين فأما من طغا تجاوز حدود الله في التكذيب والكفر والتمرد والعتو والعناد فأما من طغا وآثر الحياة الدنيا قدمها للحياة الدنيا الفانية قدمها على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وأما القسم الثاني قال وأما من خاف مقام ربه خاف قيامه غدا بين يدي الله واستعد لذلك اليوم العظيم استعد لذلك المقام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم خاف من نظر الله إليه وطلاعه عليه فراقبه يخافون ربهم من فوقهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوته ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى لديه يغيبه ونهى النفس عن الهوى نهى النفس أي النفوس وقد مر معنا ثلاثة أنواع من النفوس مر بنا النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء وهنا قال ونهى النفس نعم أحسنت نهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى نهاها عن اتباع ما تشتهي من الشهوات المحرمة والشبهات الجمها بلجام التقوى صبر قليلا ليتنعم طويلة ما رره ما صبر حبس نفسه عن الشهوات اتقى الله في سمعه وبصره وقيامه وقعوده وأكله وشربه فحمد غب هذه التقوى نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة دار المتقين يسألونك عن الساعة أيان مرساها الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسألك الناس كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فهم يسألون عن يوم القيامة يسألون عن الساعة متى تقوم متى تكون أيان مرساها متى وقوعها ومجيئها ومنهم من يسألوا سؤال استبعاد واستعجال وهم المشركون للبعث فيما أنت من ذكراها أي ليس عندك علم بها ولا فائدة من معرفتها أن تستعد ليوم القيامة استعد للساعة ولا يهمك متى تقوم ولم تخلق لتعلم متى تقوم أنت خلقت لتعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين فإذا جاءتك الساعة فإنك تكون حينئذ مستعدة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاء أي إلى ربك وحده جل وعلا منتهاء علم الساعة وفي هذا دليل على تكذيب الأحاديث الموضوع المكذوبة التي يروّجها بعض الناس أن الساعة وأن القيامة ستقوم سنة كذا وكذا والأسف الشديد أن تنطوي على بعض المسلمين وربما يقول بعض الناس إنه رأى في المنام شخص وأن يقول أن الساعة ستقوم في الوقت الفلاني بعد مئة سنة بعد مئتين كل هذا أكلم لأن الله جل وعلا حجب علم الساعة عن كل أحد قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ما لا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس ثم قالها إليه فكل حديث أو أثر أو خبر يحدد لك أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني المحدد عام كذا وكذا فأعلم أنه كذب لا صح لكنها لها علامات لها أشراط صحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك وحده منتها علمها متى وقوعها كيف تقع قال تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجلئها لوقتها إلاه ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها ولهذا لما سألت جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني أنا وأنت في علمها سواء كلنا لا نعلم إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر مخوف محذر من يخشاها ويخافها وما فيها من العذاب النكال وما لكن الذي لا الشخص الذي لا يخشاها لا يستفيد كما قال تعالى وما تغني الآيات ونذر عن قوم لا يؤمنون كأنهم يوم يرونها يوم يرون القيامة بأهوالها وشدائرها لم يلبثوا يعني في الحياة الدنيا إلا عشية والعشية هي آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس والضحى أول النهار من طلوع الشمس إلى منتصف النهار وقد تحمل العشية على الليل كله والضحى على النهار كله كما قال تعالى وأضطش ليلها وأخرج ضحاها وقال والضحى والليل إذا سجى فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولهذا لو تسأل الشخص الذي بلغ مئة سنة وتسعين سنة تقول ماذا تذكر من الحياة قال كأنها ساعات كأنها لحظات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاءها إذا قاموا من قبولهم لرب العالمين المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنهم كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم عشية أو ضحاها أو ضحى ذلك اليوم ولهذا قال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عائل الآخرة صارت كأن هذه الفترة عشية أو ضحاها وبهذا ختمت السورة الكريمة وفيها بيان ختامها فيه بيان أن الله جل وعلا هو المنفرد بعلم الساعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة وإنما هو عليه الصلاة والسلام منذر ومحذر منها وفيه قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبوعه في اليم فلينظر بما يرجع فلينظر بما يرجع يعني أنها مدة الحياة الدنيا كلها قصيرة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين